عمليات المشتركة هو مراقبة الشبكة بصورة آنية وتعرف على كل المشاكل التي يصير الفرق الفنية بالنتيجة عمل الفرق الفنية الموجودة وإجهزة التخصصية الموجودة يتراقب مستويات الجودة على كافة المحاور ووصولا إلى مدينة الكاظمية مثل ما أوضحت وبالنتيجة أن هذا الجهد إذا في حال وجود أي مشكلة معينة في منطقة الكاظمية أو في كل المقتربات التابعة هي راح ينقل إلى غرفة العمليات التي تم معالجها بصورة آنية وفعالة عن بعد من خلال غرفة العمليات المشتركة والكوادر الفنية المنتشرة على محاور الزيارة طبعا كان هناك تعاون مشترك كذلك بين هيئة الإعلام والاتصالات والجهات الأمنية الساندة وذلك لغرض توفير إنسيابية بتنقل فرقنا الفنية سواء كانت عجلات الرصد أو الفرق التابعة إلى هيئة الإعلام والاتصالات